موسيقى لقي أكثر من ستين شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من مائة وأربعين آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة الأفغانية كابل وقال مسؤولون محليون إن قنبلة مخبأة في سيارة إسعاف انفجرت عند إحدى نقاط الشرطة بالقرب من سفارات أجنبية ومباني حكومية وتسببت في وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا ووصف منسق منظمة إغاثة إيطالية في أفغانستان تدير مستشفى للحوادث والطوارئ بالقرب من مكان الحادث وصف الانفجار بأنه مجزرة هذا وقد تبنت جماعة طالبان الإرهابية المسؤولية عن الانفجار بعد تبني هجوم على فندق السبت الماضي أسفر عن مقتل أربعين شخصا من بينهم سبعة أوكرانيين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة